منا كتير جدا كهوة بيحكز البركب ويطلع رحلة صيد وما يحددش نفسه ان هو يخش غزير او يطلع برا يصطلع على اخذار اقل طيب انت عايز تعرف دلوقتي اطلع رحلة صيد اخش غزير او اطلع برا او او معي الحرية المطلقة اخش جوه ولا برا انا كهو صيد او ممارس صيد او باعجزر عليك كتير او عارف امور البحر ببقى عارف انت الوقت المناسب اللي اخش فيه جوه او الوقت المناسب اطلع فيه برا دلوقتي هنتكلم مع بعضينا على اقتصه دي اقتصه دي مرتبطة بالقابر ارتباط جامد جدا طبعا همشتكلمك على ايام الحمل و ايام الفساد ويقولك ان الحمل ده معنى طارات شديدة ويقولك ان الفساد ده يرد ضعيفة وطارات ضعيفة تخش جوه والحمل طارات شديدة تطلع برا انا هجبلك الموضوع بشكل عملي مدروس وشكل عملي صحيح انت عندك الامر بياخد في الشهر 8 اشكال هاخد منهم مثلا تلت اوضاع التلت اوضاع مكررين الامر بدر او الامر هلال او مفيش امر اصلا الامر وليد التلت اوضاع دول بيقولي في الشهر انت تيجي من يوم 22 حد مثلا 22 23 24 25 ايام دي كلها ايام هلال طب عندك يوم واحد ده امر وليد عندك يوم 15 ده امر بدر التلت اوضاع دول مهمين جدا 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 ان انت تحفظهم واي صيادي وبعارف الايام دي تيعمل فيها دي الامر لو وليد بيبقى البحر عتمة ومفيش اضاقة الافضل تستعرق كلمة تستعرق بلغة الصادين معناها ان انت تطلع اخذار اقل تطلع الاخذار براه اقل طب لو الامر بدر بدر يعني معنى الدنيا منورة والامر كبير والبحر واضح معناها ان انت تخش غزير الافضل تصيد غزير يبقى الامر لو بدر تستطلع تغزير والامر لو وليد لسه موليد والدنيا عتمة يبقى تستعرق طب ايه الوضع اللي انا اقدر فيه اهش جوه وبره بابرحتي هلال لو الامر هلال في هلال قدامك في السماء زي يوم اتنين وعشرين مسلا يبقى انت عايز تخش جوه او تطلع براه برحتك بالشرط اتنين وعشرين بالزبط انت ممكن تختار ايام الهلال كلها ينفع تخش تصطلع غزير او تصطلع براه يبقى فيه ثلاث اوضاع مهمين جدا احفاظهم امر بدر غزير امر وليد الدنيا ضلمة تستعرق الامر هلال برا او جوه تحياتي ليكو السلام عليكم ورحمة البركاته